في يوم عرفات في يوم يقف الحجيج يلبون ينادون رب البريات يا رب يا رب لكني لست بينهم ولا كنت في ركابهم شدوا الرحالة وتركوني ذهبوا يا رب بدوني ذهبوا يا رب وما أخذوني ذهبوا وأنا المشتاق لتلك الجنبات مشتاق أن أضع رحلي فقد أثقلتني الذنوب وقيدتني خطيئتي حتى صرت أظن نفسي غير مقبول صرت أخاف من أن ترد دعواتي وأن لا تسمع همساتي وكيف لها أن تسمع وهي دعوات عاصية مذنبة بحق ربها مقصرة شغلتها الدنيا حتى أنستها أن لها موقفا عظيما وسؤالا جسيما ستسأل عن النقير والقطمير وستحاسب على الصغير والكبير ستحاسب على أيام ضيعتها وساعات أهملتها وصلوات سهت عنها وطاعات قصرت فيها لكن رغم هذا كله إلا أنها لا تزال تحبك وتخافك وترجو عفوك ومغفرتك فبحق عظمتك وعزتك فبحق عظمتك وعزتك وجبروتك إلا غفرت لتلك المذنبة التي غرتها الدنيا وغراها عظيم حلمك عليها واجعل رقبتها تعتق مع رقاب أهل عرفات ودعواتها تستجاب مع دعوات أولئك الصالحين وتلكم الصالحات فلعلها أن تكون ضمن أولئك القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وليا ربي دعوات وليا ربي دعوات خفية عن عبادك مخفية لا يدرون عنها ولكنك وحدك تعلمها فأني بطمع أرجو منك تحقيقها وبكرم منك أسألك أن تعطنيها فإن كنت لست أهلا للإجابة فأنت أهل الجود والكرم أوليس قد استجبت لنوح لما دعاك ونجيت يونس إذ ناداك وردت يوسف وأخيه ليعقوب كي تقر عيناه وحفظت موسى إذ في اليم أمه ألقت فأرجعته لها كي تقر عينها ولا تحزن وحفظت محمدا صلى الله عليه وسلم إذ نشر الدعوة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة فكنت له معينا وناصرا ومؤيدا ومؤازرا فإني يا رب بهؤلاء قد آمنت وبهم قد صدقت وعلى نهجهم حاولت أن أسير وأن أتبع هداهم ما استطعت فاستجب لي يا رب ما دعوت فيا رب هموم قد أثقلتني وكروب قد أنقضت ظهري ولا كاشف لها سواك ولا منجي لي منها إلاك فأنا الضعيف الذي لا رب له سواك ولا مولى له إلاك أنت ربي وسيدي ومولاي عليك اعتمادي ولك ذلي ومسكنتي وخوفي وسهادي أعذني من شر نفسي فإنها إلى الشر تقدني لا أستطيع لها ضبطا فقد أتعبتني وإلى المعاصي جرتني وأنت لها الهادي فاهدها يا هادي وأعني عليها لتقتدي بالنبي الهادي وفي ختام يومي وختام دعواتي أسألك أمي وأبي فاغفر لهما وارحمهما وجازهما عني خير جزائي فلقد تعبا وربياني وإلى طريق الهدى دلاني ثم زوجي ثم زوجي وأولادي احفظهما احفظهما من كل شر ومن شر كل غادي احفظهم ممن يريد بهم شرا أو سوءا أو مكرا واجعلهم لي ذخرا فلا أرى فيهم بأسا ويا رب أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وإخواني وأخواتي حفظا لهم وتيسيرا وتوفيقا وتنويرا وهداية وسعادة وفرحا وسرورا ولا أنسى أخواتي فهن يا رب رفيقاتي هن ذخري وزادي طالباتي حبيباتي صديقاتي وجاراتي أعلم أن لكن حاجات ودعوات وطلبات فأنا أرجو العظيم ذو الهبات أن يحب لكل واحدة من كن سؤلها وأن يبلغها ما تتمنى فلا تذهب إلا منشرحة الصدر مجبورة الفؤاد قد كفيت همها وقد نفس كربها وقد بلغت سؤلها فهذه يا رب كلماتي خرجت صادقة من بنيات أفكار صختها بحروف الخوف والرجاء راجية عفوما بيده ملكوت الأرض والسماء طامعة بما عنده من جزيل العطاء ولعل ربي أن يكرمني فأكون في العام المقبل أقول هذا الدعاء وأكرر هذا النداء ولكن على جبل عرفات مع الحجيجي أنادي رب البريات لبيك اللهم لبيك لبيك لا جيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك المصدر لا جيك لك